تغذية الرضع والأطفال الصغار الطبيعي هو الأفضل بدءاً من عمر الستة أشهر قومي بدمج مجموعة متنوعة من الأطعمة الطبيعية من جميع المجموعات الغذائية الخمس دون إضافة السكر أو الملح أو الدهون أن تقديم الطعام في عمر الستة أشهر يضمن التغذية الكافية والتعرض للنكهات والقوام وأنواع مختلفة من الأطعمة الفاكهة قدم الفاكهة الطازجة وليس العصير الفواكهة الطازجة أو المعلبة أو المهروسة أو المجمدة كلها صحية خضروات اختار مجموعة متنوعة من الألوان الأخضر الداكن والأحمر والبرتقالي الطازجة والمجمدة والمعلبة كلها صحية بقوليات قدمي الحبوب الكاملة أغلب الأحيان روتين ضمي الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والدواجن والبيض منتجات الجوز والبذور والصوية الفول والبازلاء والعدس البان قومي بتقديم الحليب البشري واللبن غير المنكه والجبن وحليب الأبقار بعد إتمام السنة الأولى الحليب البشري أطعمي طفلك الحليب البشري فقط خلال الستة الشهر الأولى استمري في أطعام الحليب البشري مع الطعام لمدة عامين أو أكثر عندما لا يكون الحليب البشري ممكن قومي بأطعام الحليب الصناعي التجاري المدعم بالحديد لحد السنة الأولى من عمره ليس لدى الرضع والأطفال الصغار نفس ذوق البالغين لا تضيف السكر أو الملح أو الدهون إلى طعامهم لا تعطي العسل أبدا للأطفال أقل من سنة واحدة لا تضيف السكر لا تضيف الملح لا تضيف الدهون لا تضيف العسل أقل من سنة واحدة